على كافة الجبهات ومن جميع الاتجاهات تطوق القضية الفلسطينية بأدوات صهيونية تغذيها القوى العالمية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية استباقاً لمؤتمر البحرين الاقتصادي بشأن فلسطين الذي يعد جزءاً من صفقة القرن أطلق السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني ديفيد فريدمان تصريحات خطيرة قال فيها إن لدولة الاحتلال الحق في ضم جزء من أراضي الضفة الغربية وهي المناطق التي يراد للفلسطينيين إقامة دولة مستقلة عليها في محاولة لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم الكاملة المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم اعتبر تصريحات فريدمان خارجة عن الشرعية الدولية ومتماهية مع السياسات الصهيونية لمواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية تصريحات فريدمان تحكس حجم الارتهان الأمريكي لنوازع الغطرسة وتبين حجم الفضيحة للدولة العظمى التي ترهن سياستها الخارجية بأيد احتلال يدرك كما الآخرون أن تاريخه الاستيطاني الحديث قائم على أساس غير شرعي ما قاله فريدمان يأتي تأكيدا لتصريحات بنيامين نتنياهو خلال فترة الاستعداد للانتخابات التي جرت في شهر نيسان التي أكد فيها أنه يعتزم ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية في خطوة من المرجح أن تلاقي إدانة دولية واسعة نطاق وتعقد جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط حيث تعد أغلب دول العالم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير قانونية حتى قرارات الأمم المتحدة تؤكد أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية تفتقد إلى أي أساس شرعي ولا تدعمها أي مسوغات قانونية القضية الفلسطينية بعمرها الممتد زهاء قرن كامل تصل إلى أصعب محطاتها لكن سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة لم ولن تستطيع أن تزيف التاريخ وتغير من فلسطينية أشجار الليمون والزيتون